اعزائي حباي فلداتك وادي صباح الخير على عيونكم الحلوات جايكم بعد انه ولو ساعة 59 دقيقة بالليل صباح الخير على عيونكم بس حتى اسجل قبل شاشة نعسان نعسة مطبيئية طب بيت اخدت cold shower هذا ضدي القوانين حلقة الاولى من بودكاست زنجين بلس اللي تجيكم من العاصمة الامريكية واشطن دي سي اللي تقول ان الواحد يتحكم بالشاور بالليل يسوي دافي كلش عن مدزيد للحنيه والحنين وكون هيشي قلبي وشعر صدري كل واحد يعني مستعد انه يهدئ ينام وهكذا لا هسا انا شاور بس عم دسجل لكم فانا ورطة من الله الموضوع اليوم شتب اجتماع بالدسكورد مشتاقلكم كلش احبائي وشكرا على المشاركة كمالتكم فجتني فكرة عن موضوع هو المشكلة ارادلة في حلقات طويلة موضوع هو ما هو الفرق بين الشخص اللي عنده بزنس حقيقي والشخص اللي هو مجرد لاقي وظيفة نفسه يعني صاير رئيس العمل ما روحه وما هو الفرق ما بين الوظيفة الحقيقية والوظيفة التعبانة طبعا هذا موضوع طويل عريض ولكن خلنبدي ببساطة جدا هنا هنحكي على امريكا مثلا وبعدين والدول العالم كلها اكثرها يعني تحكي بهذا الموضوع دول اوروبا وكندا واستراليا وهذنين دول دول العالم الاول يعني يحكيون دائما في هذا الموضوع وانتوا قيسوا على اللي راح أحكي به اماكن اخرى اكو وظائف محد ياخذها لانه هذنين وظائف عاوية تعبانة بل الكثير من الدول من يحكيون عن المهاجرين والهجرة هو احنا شلون محتاجين يقولون الدول احنا محتاجين ناس يجون يشتغلون بهاي الوظائف اللي ما اقول مذموم بالتجري سمك الكاتفش وعلى طالي الكاتفش انا مساوي اردر كاتفش احسا راح يجي زين ما اقول مذموم فهنا هذنين الوظائف اللي محد يقبل يشتغل بيهن هي موفد وظائف حقيقية بل مخصصة انه الشخص اللي روح يشتغل بمكدونالد مكدونالد او روح يشتغل بشيك فيلاي مو المانجر بس هذا اللي قاعد ياخذ اردر او هاي هو اما قوت لا تموت يعني يا دوب هو من فدعاء لكل اشتعبانة وكل اللي بالعائلة دي يشتغلون يا دوب وهم عايشين ببيت ببيتهم المتوفية ونعايفتنهم البيت وصارنهم سبع سنين مدافعين ضرايب وحتجي المدينة تاخذ البيت يعني هو هو هيجي مخصص يعني هم منبانين البزنز مالتهم هيجي مخصصين انه نوعية الناس اللي يشتغلون او شخص بعدها بالهاي سكول امره 18-17 سنة ويعني ما عنده شي يسويه فهاي الشغلة احسنة من الماكو يعني فلوس يش يزايد عن اللزوم لا عنده ايجار لا عنده قصة مع السيارة لا عدهفة شي فهاي فلوس زايدة على مديره وحون يطلعون ويا جماعتهم يروحون للسينامير يروحون يشترون اللعبة المدرشينية على البلاي ستيشن 5 اذا هاي ايضا مخصصيها انه هيجي نوعية شخص يشتغل او ينطول هذه الشغلة لشخص بعد كل شي ما مفتهم من السيستيم ولا عيب ولا ضرر فيها البداية بس هذني الشغلات اللي يقوت لا تموت هذني هنا ما مخصصة انه انت تعيش ايشة كريمة فهذا او هذه الوظيفة اللي الانسان بيها ما يقدر يعيش هذه مو الوظيفة اللي اليوم حجيت عليها او عنها بالدسكورد وقلت انت لشخص شون تريد تسوي البزنز مالتك تغير يصير عندك خبرة بالحياة مفروض اول شغلة تسويه انه ابحث عن عمل ابحث عن وظيفة عن مكان تشتغل بي اما دا تتعلم حتى لو دا تشتغل بلاش بس دا تتعلم او دا تتعلمين او هذه الوظيفة اني دا ااخذها بيها بيها فوائد يعني شنو شون نفرق بين الوظيفة هاي التعبانة والوظيفة الزينة يعني هي نفسها مكدونالدس مثلا ما بيها فد وظائف جيدة طبعا بيها وظائف رهيبة بامريكا الموضوع سهل هذه الوظيفة من تحصل عليها يجي وياها فدش في غير الراتب يجي وياها بنيفتس يجي وياها تأمين صحي يجي وياها خطة استثمارية انه ياخذون جزء من الفلوس مالتك او مالتك وحطوها بالاستثمار يجي وياها سبوعين على الاقل بالسنة فهذه هي الوظيفة الحقيقية الناس يجب ان تعمل على ايجاد وظيفة حقيقية ولما اشوف انه اني بالوظيفة الحقيقية المفروض وين اشتغل وش قد اطلع بالنسبة الي يعني من جيت له هنا بالعراق كان من جيت اشوف دول اللي يشتغلون سينيور نيتورك انجينير طبعا هاي بوكتها 2010 دول الناس اطلع منموم 120.000 دولار بالسنة يعني 10.000 دولار بالشهر وهنا انا ايضا من ضمن الاشياء اللي عن الوظيفة هذه انه الشخص لازم يقيس او كل المصاريف وكل شي بامريكا لازم نواحد يقيس مو بساعتي هل قد بالساعة هل قد طلع اوكي طوك بالساعة 100 دولار بس ترى تشتغل لك ساعة باليوم شين الفايدة لا المفروض الحساب مالت يكون بالسنة فبالسنة 120.000 هل انا اقدر احصل على وظيفة بلفل السينيور بالIT مستحيل بذلك الوقت شكلي هقدوتني وضعيفوني واجنبي مستحيل اقدر احصل على هذه الوظيفة يا ام يكون السيستيم يا ام يكون طبعا موكش مستحيل بس المهم فهنا شينو ابسط وظيفة اقدر احصل عليها بالنسبة الى حصلت وظيفة بشارلت نوف كارولاين بالبيسمت مال احد البنوق لانه شارلت هي ثاني مدينة بالعالم ثاني اكبر مدينة بالعالم بالبنوق بعد نيويورك سيتي واشتغلت مع فالتيم كنهم جايين من الهند قلاب وباقين الهنان ودي يشتغلون بهذه الشغلة والبنق هذا بدون ذكر عسامي ولكن سلامي مشغلهم بس على مد يطيهم جرين كارت فساكتين فينطوهم 52 53 الف دولار واني باعتبار يعني مو كل شي يحاطيني بالخنقة خانقيني انه نعطيني جرين كارت فكانوا رح يطوني بوقت 58 وخمسين اتذكر مدرج 53 وشهر واحد ما قاومت بها ما قدرت جاي من وين حتى اما اطلع من هذه الوظيفة لانه اذا تاخذ كل وقتي مدى اقدر اشتغل على البزنس مالتي قد اقول زين اذا اخذت فد وظيفة فد بربعين الف بس بها وقت اكثر او سويت الشغلة الفلانية اللي رح سوى بها فلان شغل بس ستطيني وقت اكثر حتى اقدر استغل هذا الوقت اذا انا اعرف هسا المفروض اطلع خمسين الف اكثر 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 الوظيفة حتى هاي ام الخمسين الف فييجي شي يسوي اما يحصل على وظيفة اما يريد يحصل على وظيفة اما ما يدور ما يتعب نفسه فييجي يسوي البيزنس والتي واللي هو كل السهل باللات المتحدة الامريكية من الدول اللي سهل انه واحد يجي وصل للكاتفش اشف اذا حدق الباب اما يدق الباب او زين جدنا بالعراق البازونة يجي تبوغر اسمته زين فهنا يسوي يسوي بيزنس النفس الشخص يقوم يفيك بيع العالم انه هو عنده بزنس ما سوى هو كبليس فتح له مطعم سوى العربان ما الفلافل سوى لايس كريم شاب مطبع ما الفلوس تجي تحسب هو المحل هذا حقيقة مدى يطلع لمن عنده غير 30 الف شو مدى يطلع ل30 الف لانه مشغل زوجته ويا اخو مشغلويا وهذا اخو اذا ينطي نفس الراتب ليطول مكدونالز هو ما يطي بس اذا يطي نفس الراتب ما حيبقى لا حيبقى لا حيبقى ل25 30 الف دولار يعني ابسط من ابسط شغلة يقدر او وظيف يقدر روح يشتغلها نانا الشخص من نتحول الى self employed نانا employed موظف self employed انه موظف روحها صارت ليفد مسؤوليات اكثر الهدف مال الاستثمار بالنفس صار كلش بعيد اذا جدت فرصة انه ياخذ الكورس مع صديقنا ايهاب احد الشباب حصل على وظيفة مباشرة اول ما كمل الكورس يحكوا لي اليوم بالدسكورت وقبلها محكوا لي وفخور اني بهذا الشي الاستثمار هذا بالنفس والتعليم وانه اشتغل على بسنز مالتي راح بعد افتغل 25 ساعة باليوم تعب مو طبيعي والله شنو اني عندي البيزنز مالتي البيزنز الحقيقي هو لما انت دا تستخدم فلوس مو فلوسك فلوس الرئاس مالية الامريكية والبنوك ودا تستخدم وقت مو وقتك وقت الناس اللي هم موظفين عندك او ناس بالفريق حتى تطلع فلوس من عنده وهذا البيزنز الحقيقي اللي هو مو self employed الفرق مالتي يحتاج اولا يحتاج الافة خبره كل شو هواية بالعمل او دراسة وبنفس الوقت هذا البيزنز من عندك وكيشن وتروح ما يتدمر ويوقع وهذني هسة تلافتهن كل المطلوب من عندهن انه اطلع فلوس بقدل potential مالتي يعني احنا قلنا انا مستوى مالتي كشخص دا يدرس بوقتها ماجستير بال اي تي وبالبزنز وعنده خبرة طويلة ومشتغل وقايد فريق وواصل الى مرحلة السينير ويقدر يحصل على وظيفة المفروض المفروض اذا انا مولود بامريكا 120 الف دولار 110 100 عمي بالسنة اذا انا كل اللي دار تسوي هو رح اشتغل بالوظيفة امه الـ 52 الف الحد ما تصير عندي الخبرة الكفاهة واتعلم شلون استخدم البنوك هاي المهمة جدا استخدم العلاقات اطلق فكرة جديدة حتى اسوي بزنس حقيقي يشتغل هو منه ومن كيفه وهذا البزنس الحقيقي هيطلع لي مكسيمم بقد الراتب اللي كان المفروض انا اخذه فمو رأسا الفكرة انه انا ارد اسوي فد ااب بعشرة مليون دولار لا لانه هذه الفكرة الطاقة يراد الها انسان شوية مستقر داي يقدر يدفع البلات مالته عنده شنفلس على صفحة الكردت مالتزين مش تري بيت والله ما تنجح بسهولة هذه الفكرة الطاقة هل رح اصل الى مرحلة انه اصير زنقين من هذا البزنس لا ففي حالة انس ابراهيم مو عباركم يعني شي تعرف عن ايش دا سوي منك ابا مو طبيعية الى فتحت محل ما الكمبيوترات هاي بس على مود لانه اهل جو ابن العراق وابوه ضايج سيد الوالد راح اشترى منشار مع الاشجار واني قطعة الارض اللي قاعد بيها 2.9 2.96 لو 92 المهم ايكرز قولوا 3 خلوا نقول لها مالله لحظة كومورت 3 يو اس ايكرز 2 سكوير ميترز عيوبة 12 الف متر مربع القطعة الارض مال البي 8 اللي في نور كارولانا فبها اشجار كل شو هو الوالد كآبة فرحت فتحت محل مال كومفيترات هو ما كش في اسمه بامريكا محل مال كومفيترات يعني المهم وهذا من جيبي يعني لا سوي هذا سويت بزنس من هذا اللي لا ما اخذ وقتي ويتي بس للتسلية يعني مكان راح نقعد بي بدلا من راح نقعد بالستاربوكس ونطقه والجوارين مجان ونعدنا قطع برا مكتوب free coffee دولار ما طلع هذا دولار ما طلع البزنس بش شنو اللي صار بسببه تعرفت على البزنس مال الإيفنتات حس بالبزن زمان الإيفنتات راح تقوم بتأشتغل آني بتسع دولارات بالساعة على قولت واحد كاتب لي بالتعليقات حمال شتغلت حمال حتى اتعلم لأنه آني استمتعت بي احنا أنا من وين عايش عايش عندي savings عايش عندي هي مشاريع صغيرة مننا ومننا شتغلت بالامازون بالامازون كانت المبيعات ماتي أربعمية وحس سأسوي لكم إيها أطبعها للورقة إذا بعد اليوزر من ال Password بيخلوني أو أروح للسوفتوير ما للتاكسز وأطلعها 2014 عاني مطلع فوق الأربعمائة ألف دولار مبيعات مالتي مال أمازون أوكي ف راح تشتغلت بهاي مال مؤتمرات حتى أتعلم بعدين قمت أطلع فلوس من كل اللي شفته أنه هاي مال المؤتمرات ماكسمم ده تطلع لي 45 ألف بوكته كعامل آني يعني أروح أشد البروجيكتار ما در شنو هاك مددنا هذا الكيف أربعين خمسين ألف دولار بس الحلو به شنو دا أتعلم ودا أتعرف على ناس وتنطيني وقت كلش كافي لأنه آني أشتغل بالسنة كلها عشرين سبوع السنة بها 52 سبوع فأني 20 إلى 25 سبوع أنا دا أشتغل بس فهذا نطاني القابلي إلى أن أنا أشتغل مثلا أسوي شغلات أخرى على صفحة دا أقدر أتفعل بالله مالتي وأكو كاشف له ودا أشتغل على شغلة ثانية هس حولت هذا الاستقرار البسيط اللي هي وظيفة ترى هي هاي وظيفة يعني خابروني تعال ساعة هل ما أدرج أنه بس طبعا أنقسمنا الوظيفة أنه مثل اللي دا يسوي أوبر هي وظيفة أوبر بس سأنتفع الانشورنس مالتي بنفسي فهس جدت مرحلة أنه أرد أسوي فال أقدمه إلى هذه الاندستري مال المؤتمرات جاي هذا البرودكت أو هذا البزنس المنتج الخدمة من خبرتي اللي عندي اللي حصلت عليها من الوظيفة من الشغل اللي اشتغلته ومن التعليم اللي تعلمت لأنه استثمرت بنفسي وكملت اقتصاد وكملت بزنس وكملت واخذت مستر من أمريكا واخذت وقت 2010-2012 2012 بديت اشتغلت بالمؤتمر 2012-13-14 سنتين دا اتعلم ودا أبني البرودكت مالتي هسا منوصلت مرحلة أنه عندي أول كلاينت قدر تروح على البانك أخذ قرض ومن هذا القرض أطور السوفتوير مالتي عينت مبرمجين اشتغلت صرفت صرفت اكثر من 65 دولار سنة وحدة هسا صار هذا بزنس حقيقي إذا ما روح آني ما ينتهي ما يوقف ماذا سوي trading time for money هسا هذا البزنس لما نستوي البزنس مالتك اللي هيطلق لك بقدر راتب محترم بس فرقك عن هذا اللي راتب محترم أنه أنت عندك وقت أكثر تقدر تستثمر بعد بنفسك وعندك فلوس كفاية زيادة تضمها على صفحة هسا يلا تقوم تستثمر ها طبعا مدى أحشي بالاستثمار اللي أنت تختاره مدى أحشي أنه أنت من البداية لازم تطلع فلوس على صفحة وتحطها بسلة مالاستثمارات اللي هوا هذا أنا اعتبر أتمنى تستثمر هذا هو المفروض يعني ال ال standard هسا ما راح تطق أو تصير زنقين أو تصير يعني أنت لو تيجي تروح تشوف حياة مارك الأبو بريس أبو الفيسبوك ال ويلث مالته ما يجي من الفيسبوك واللي هي يو يو طلع مليارات دولارات ال ويلث مالته يجي أنه استثمر الفلوس اللي يجيته من البزنس مالته وهنا أنا عندي إدمان أنه أشوف أكو ناس أجي أدخل أنا مو بس أسوي اهكر حيات كله أهكر البزنس مالته المؤسسة المؤتمر اللي اليوم شاعد مكالم إياهم أول ما سدي الدسكورد لأنهم كاليفورنيا دع أسوي لهم المؤتمر مالتهم اللي هو من مؤتمر واحد أنا أطلع فلوس راتب شخص سينير ليفل أوكي طبعا هذا شيء جيد سيء أنه إذا ذولا مثلا خلص العقد مالي وياهم أو صارت مشكلة لا سامح الله يعني هيئثر جيد أنه مال مؤتمر كل سبوع واحد بس طبعا سنة كاملة عن يشتغل وياهم تليفون أو أسوي مي الله توح السوال ولكلاينت واحد هذولا من دخلت وياهم ما فكرت شلون أبيع لهم فكرت شلون أحسن حياة المؤسسة كله أغيره أخليهم يحصلون فلوس أكثر طيبهم فرصة يساهم دعاية أكثر وهكذا فهنان أكو فارق ما بين الوظيفة والسيلف امبلويد اللي هو الإنسان يصير عبد للبزنز مالته يعني تلقون واحد يعني كوايا أصدقاء عنده مثلا غاز ستيشن أووو والله ما شاء الله عنده غاز ستيشن يابا يسلم عليهم شون كون مجن هاي ليش يجي القرارات الرئيسية ففرقوا ما بين الوظيفة وانت تروح تلقى تسوي نفسك وظيفة مشروع يعني مرات يزعلون شوفوا عندي هاي أصدقاء عراقين يزعلون يعني رأس أنا أقول أوك أوك لحظ أنت تسوي محل حسن 2023 تسوي محل أنت وذكاء أصطنائر يسوي محل مو مشكلة يالله محل زين أوك هذا المحل يا محفوظ البقاء والسلامة وش قد حيقدرون يدخلوا لناس خمسة متار في خمسة متار ألف أضربهم في مدرج جيد جيد الكاستمر متوقع هاي وأحسن كيس سيناريو فيها مدرج لون أول شغلة ينصدم بيها أقول أنت ترى أنت كل الفلوس اللي تجيك عن طريق الكريت كارت أنت لي قدام 4% طائرة هاي بعدنا مبادئين 4% طارت للشركة مال الكريت كارت 3% بالقليل زائد موظفين اثنيين لا أنا أخلي أخوي يشتغل ويا يدري أخوك شنو العاوي هذا يروح يحصل وظيفة ويجيب فلوس أكثر للعائلة إذا أنتم عائلة يعني ليش يشتغل ويا كذا مونت يدفع لي مو زين فهنا هذا كل تحسب 25000 فحلو أنه أنت تروح تحصل فهد وظيفة حقيقية وبعدين تسوي بزنس حقيقية وبعدين تجي تستثمر بزنس مثل هذا لأن الوظيفة تطيهم وقتك لطوك راتب نفس هي بس البزنس ما لتك ما عندك بوس أنت البوس ما نروحك بعد ننقس تسوي الحسابات والضرائب والمشاكل ما عندك وقت والثالثة البزنس تستخدم فلوس مو فلوسك وده تستخدم وقت مو وقتك وقت الناس هذا معناها عندك بزنس تحياتي